من منطلق الدور الريادي لمصر في دعم أشقائها في شتى مجالات العمل الشراطي لامتلاكها الخبرات الفنية والتدريبية المشهود لها بالكفاءة والتميز نظامت وزارة الداخلية سلاس دورات تدريبية لمائة وعشرين متدربا من الكوادر الأمنية يمثلون تسع عشرة دولة أفريقية حيث اطلع مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بتنظيم هذه الدورات بالتنصيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية رفع كفاءة هذه الكوادر الأفريقية هو مهم جدا في إطار الدور اللي بتقوم بمصر في مساعدة هذه الدول على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدورات التدريبية السلاس تضمنت برامجها جانبا نظريا علميا شارك فيه نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال الدورات والتي تشمل مكافحة الإرهاب وعلم الأدلة الجنائية تلقينا بالأكاديمية مجموعة من المحاضرات العلمية فيما تعلق بالأدلة الجنائية والعلومها والتي شملت على محاضرات في علوم البصمة الجنائية وتحقق الشخصية كما شهد الجانب التدريبي من الدورات إتاحة الفرصة للمتدربين لتطبيق العملي في المعاهد التدريبية الأمنية المجهزة بأحدث التقنيات الأمنية التدريبية لكي تحاكي الواقع الأمني المعاصر الفرصة التي تإعادة مع مفق شديدية ت iced نقطع則 وثمت طر وغفريات العملية أمرهم خلفنا ولكي نتعلق بمجة قبل على سبيل منها اتتحلي الوزر ببعث كثير الوزر ونظم مركز بحوث الشرطة احتفالية في ختام فعاليات الدورات التدريبية تم خلالها توزيع شهادات التخرج للمتدربين وتكريم المتميزين منهم حيث أكدت الكوادر الأمنية الأفريقية على تقديرها للدور المصري الكبير في دعمهم في كافة المجالات لسيام الأمنية وأشهد بإمكانات مصر الكبيرة في مجال التدريب الأمني تلقينا في هذه الدورة الكثير الكثير وعرفنا الكثير عن أكاديمية الشرطة التي تفاجأنا بأنها يعني بها كوادر ذوي احترافية عالية جدا جدا في تعاملاتهم مع التدريب نحترف على تقريبات لع strategيين وعرفنا بأن نراحق نقول على قول التدريب أن نقيمها من الممتدر الأنين على استعد والتقاهم من المتدربين وعرفنا لتقدم ال gracias وضع التدريب السجن الكبير في دعمهم وعرفنا المتدر من المساعدات التدريبية التدريبية لسبب الآن المدر تدريبات المتدراتات تدريبية في الدعم والدناس كبير وأتات هذه الدورات في إطار حرص مصر على دعم أشقائها على كافة الأصعدة انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية إرساء دعائم الأمن والاستقرار في هذه الدول